السلام عليكم و أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تقديم أهم مباريات الجولة على قناة سيلفي سبورت هاي الجولة اللي بتتميز إننا عم تيجي قبل المباريات و عودة مباريات للشامبينز ليك فلذلك على الأغلب رح يكون في شوية حسابات للمدربين تحديدا اللي عبي يلعبوا هذا الأسبوع بالشامبينز ليك اليوم في عنا ست مباريات مهمة كتير فلذلك الحديث رح يكون مقتصر عنا لستر سيتي و ليفربول عنا ماشلستر سيتي و توتنهام بالدوري الإيطالي عنا نابولي جوفنتوس و عنا لاتسيو انتر ميلان و بالدوري الإسبالي عنا برشلونة و ديورتيفو ألافس و عنا ريال مدريد و فلانسيا ليستر سيتي و ليفربول مهمة كتير هاي المباراة لأنه هي بين أصحاب المركزين التالت والرابع هي مباراة ردة الفعل من يورغان كلوب و من ليفربول بعد خسارته أمام شستر سيتي على أرضه بربعية النتيجة اللي ما كان حدا متوقعه النتيجة اللي طلعت ليفربول بشكل أنه هو المستسلم تقريبا لبطولة الدوري واللي خلت أفكار وتتوجه أكتر على المراكز الأربعة الأولى بهاي المباراة المفروض نشوف ردة فعل من اللاعبين ليفربول ردة فعل على كل الظروف اللي عم بتصير معهم في غيابات صحيح لا ننكر ذلك ولكن الغيابات أكيد ما هي السبب الوحيد فقط اللي أدى لتراجع نتائج ومستوى ليفربول لكن الشيء الأكبر هو تراجع مستوى أفراده بشكل عام تراجع الرغبة عند معظم اللاعبين و عدم استطاعة يورغان كلوب أنه هو يخلي الرتم عالي بهذا الفريق و يخلي دائماً الأمباشن موجود أنه الفريق لازم يفوز ولازم حق الإنتصارات ولازم دائماً يقاتل على بطولة الدوري فمباراة كتير مهمة لليفربول لردة فعل لليفربول لحتى نشوف شو ممكن يصير إذا هذا الفريق فعلاً ممكن يضل بين الأربعة أكبر ويرجع يقاتل مرة ثانية على الدوري رغم استحالته تقريباً ولا هذا الفريق فعلاً التركيز تابعه لازم يكون فقط على الأربعة أكبر على عكس لستر سيتي اللي مع براندن روجلز عبيعيش أيام ممتازة جداً هذا المدرب اللي يقدر يخلق الصلابة بالفريق وقدر يخلق الجماعية بالفريق فالفريق بتحسه قوي دفاعياً بيسجل أهداف بغض النظر عن أسماء المسجرين أو أسماء المهاجمين بغياب جامي فاردي أو بحضوره الفريق دائماً عبيعمل نتائج حلوة والفريق موجود بالمركز الثالث وهذا مركز أكبر بالتأكيد من إمكانياته من طموح ملاك وعشاق فريق إلستر سيتي فهي المباراة مهمة كتير لأنه فوز إلستر سيتي على ليفربول رح يبعده تقريباً ست ناط على ليفربول ورح يريحوا بالمركز الثالث أكتر ورح يحط الضغط كتير على ليفربول المباراة الثانية هي مباراة منشل سيتي وتوتنهم توتنهم اللي تلقى خسارة أمام إفرتون بمباراة جميلة جداً بينه وبين كارلو أنشيلوتي المباراة اللي انتهت خمسة أربع بالإكستراتين كمان عبيعيش حالة الضغط نوعاً ما هو حالياً من المركز الثامن خسارة مع ماشلسة سيتي رح تخليه على الأغلب المركز التاسع الشيء الحلو بيتوتنهم أنه بيمتعد نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب المركز الرابع نقطة واحدة في حال فاز بمؤجلته لأنه حالياً الفرق أربع نوعاً طبعاً فهذا الشيء بيخلي فيه أمل عن جماهير سبيرز أنه أنا لسه ممكن مع توالي المبارايات أنه أنا أرجع ألتحق بيركب الأربع الكبار المؤهل للشامبينز ليغ لكن بشكل عام توتنهم مشكلته الكبيرة هذا الموسم واضحة جداً هي مشكلة دفاعية أهداف بيسجل قد ما بدك أهداف وبيصنع فرص كتيرة وعنده أكتر من اللاعب بيسجل وخاصة مع عودة هاريكين اللي هو محور فريق توتنهم بشكل عام مع سون عبيقدروا يتحكموا ويكونوا ممتازين جداً بالشق الهجوبي لكن بالشق الدفاعي دائماً الفريع بيتلقى أهداف أمام فرقة صغيرة وكبيرة بهجمات خطرة وهجمات عادية الفريع دائماً الدفاع ومكشوف يعني فأنا بتصور الصفقة الأهم الصيف لجوزين مورينيو إذا فعلاً بده فعلاً يروح يجيب ألقاب الموسم القادم أو ينافس بطريقة أفضل من هاي محتاج قلبين دفاع يعني أقل شيء إذا ما بدنا نحكي على الأظهرة لأنه على الأظهرة عنده بن دايبز وعنده ريجلون ونيك عنده دوهارتي وعنده أوريير يعني الفريق بشكل عام أظهرته ممتازة أو جيدة جداً لكن عنده مشكلة بقلبين الدفاع اللي هلا ما قدر يلاقي إلى حل مشاستر ستيق اللي عبيعيش طبعاً أفضل أيامه متصدر بفرق خمس نقطة عن اليونيتد بيمتلك مباراة مؤجلة الفريق بنسق تصاعدي وعنده مباراة بالشامبيانزليك طبعاً مع بروسيا مونشنج لاتبخ بسبب غورديولا بيمتلك الأوراق بيمتلك الأوراق الأساسية والاحتياطية اللي هنن تقريباً ما بيفتلقوا عن بعضهم رغم غياب دي بروين الفريق ما زال بحق نتائج كبيرة وآخرة الفوز على ليفربول بالأنفت فمباراة كتير كبيرة منروح على الدوري الإيطالي المباراة أو هاي المبارايتين اللي هنن نابولي جوفانتوس ولاتسيو انتر هدول المبارايتين عاب يستناهون إيسي ميلا بفارغ الصبر لأنه هدول المبارايتين اللي أمله الأخير قبل ما يلعب أمام انتر أنه يبتعدوا عنه قليلاً في حال خسر شوية نقط مع انتر يظل محافظ على الصدارة نابولي عاب يعيش واحدة من أسوأ فتراته هذا الموسم تذبذب كبير بالنتائج بيربح أحياناً وبيخسر أحياناً كتير جاتوتزو فقط السيطرة قليلاً فقط قوطه الهجومية اللي كانت معروفة عنه عاب يخسر نقط كتير على أرضه وبرى أرضه وبالنسبة للميلا هو أمل الميلا الأخير ليقدر يفوز على اليو في اليو في اللي عاد بفوز بغض النظر عن أداءه هي أهم ميزة وسمة من ميزات جوفانتوس المواسم الماضية كان دائماً يفوز ويحسم اللقب بغض النظر عن مستوى الفريق ببداية هذا الموسم لما كنا نشوف اليو في سيئ كان يفقد نقط هلأ رجعنا نشوف اليو في سيئ جيد بيعرف يمشي أموره داخل الملعب أمام خصمه بيعرف يسجل هدف يقتل المباراة بيعرف يجيب نقط مع بيرلو فهذا الشيء المهم كتير لما داك تكون عم تقاتل على لقب ما دائماً لازم مستوىك يكون بأفضل حالاته حتى لو كنت سيئ المهم أنك تنتصر وهذا اللي عم يعمله اليو في لاتسيو انتر اختبار كتير صعب لكونتي كونتي اللي أنا نزلت بوست وقلت أنه فقد الشامبينز ليك فقد كأس إيطاليا فقد العلاقة الحلوة اللي كانت تجمعه مع جماهير جوفنتوس ومع إدارة جوفنتوس فقده للأبد تعريباً بعد كل شيء صار ما بقى عنده شيء يقاتل عليه غير الدوري حتى لقى زيتة ديل سبورت نزلت تقرير أنه فيه 17 مباراة بقى يعني للإنتر لحتى نعرف الفرق بين التاريخ وبين الفشل لأنه كنتي رح يعتبر فاشل جداً لو خرج من الموسم صفر اليدين وهذا اللي عم بيصير حالياً فلا تسوع بيقدم مستوى رائع بعد بداية موسم كانت سيئة جداً فيه كتير تذبدو سيميوني رجع قدر مرة تانية يسيطر على الفريق رجع يحطه بالتراك الصح والفريق عبي حقق انتصارات متتالية فلذلك هي مباراة الأمل الأخير لم يلن لحتى يشوف أنه انتر عبي سقط قبل مباراة الديربي اللي رح تجمعهن الأسبوع اللي بعده بإيطاليا من الروح على الدوري الإسباني برشلونة دي بورتيفو ألافس برشلونة اللي خسر مباراة الذهاب أمام إشبيليا بهدفين مقابل لا شيء برشلونة اللي عنده مشاكل كتير كبيرة بموضوع إصاباته برشلونة اللي دائما رونالد كومان في حال فاز الفريق أو تعادل أو خسر بيتدخل بتبديلاته بالدقيقة 80 وما بعد هيك ودائما عندي مشكلة أنا شخصية مع تبديلات كومان حتى بالتحليل اللي نزلته الناس كلها انتقدت أنه ما كان فيه أصلا حلول على الدكة بكن أنا بتصور أن الدكة طول ما هي موجودة فإذا لازم يجي مننا الحلول خاصة لما الفريق يكون خسران بس بشكل عام رونالد كومان أعاد خلينا نتفق ونكون واقعيين الروح والرغبة والهيبة لبرشلونة الفريق صار يآمن بحظوظه الفريق صار ما بقى يقبل يخسر مع فريق أصغر منه الفريق دائما عبيحاول يقاتل 90 دقيقة لأيه يطلع منتصر شفنا هذا هاي الرغبة أمام بالمباراة الخيرة أمام بتيس شفناها أمام غرناطة بالرمونتادة الفريق في عنده رغبة وهذا أهم شيء أنا برأيه أهم سلاح لازم يكسب ببرشلونة قبل ما يروح على الشامبيونز ليج لحتى يشوف باريس سان جيرمان مباراة كتير مهمة على الورق أفضلية كبيرة لبرشلونة خلينا نشوف الإصابات وإذا بده يريح بعض العناصر حتى لمباراة باريس سان جيرمان ولكن المهم أنه ما يكون فيه سقوط آخر بعد سقوط شبيلية لأنه هون بيرجع موضوع الشك على برشلونة وعلى كومان بشكل عام المباراة الأخيرة هي مباراة ريال مدريد وفالانسيا المباراة اللي خسرة بالذهاب ريال مدريد بثلاثية وبهاترك سولير من ضربات الجزاء المباراة اللي كان فيها جدل كتير كبير تحكيميا وقتها ريال مدريد اللي كمان الإصابات عم تاكل بجسده ريال مدريد اللي دخل المباراة الماضية عنده خمسة تبديلات على الخط ومن الخمسة في واحد فقط ممكن يشارك من الفريل الأساسي والأربع كان ما حضر سمعان فيهم لكن زيدان عم يقدر هلأ بالمباراة الأخيرات يرجع يسيطر على الفريل مرة تانية غير النهش التكتيكي لثلاثة أربعة ثلاثة حاول يعمل شي جديد جبرته الظروف جبرته الإصابات جبرته ظروف المباراة تحديدا كان ما ممكن يخسر ولا نقطة على أرضه فلذلك يعني مع عودة بعض المصابين خاصة كارفاك كارفاخال اللي ممكن يعود مع مباراة فلانسيا ويحلوا المشكلة خاصة بعد إصابة مارسيلو وشفنا ردة فائل زيدان لأنه بالثلاثة أربعة ثلاثة مارسيلو كان عم يؤدي بشكل ممتاز على اليسار لكن حتى هذا اللعب اللي كان مهمش منذ بداية الموسم من صاب فالإصابات بصراحة يعني معضلت ريال مدريد وزيدان هذا الموسم أمام فلانسيا اللي بيأخر خمس مباراة بالدوري متعادل مرتين خسران مرة وفايز مرة هذا الفريق ما فيك تتوقع منه شي أبدا مباراة حينا بتعتقد أنه هو في أسوأ حالاته ولازم يخسر بينطفض وبيفوز وأحياناً فيه مباراة سهلة على الورق بتكون لإله بيقدم مباراة سيئة جداً والخصم بيأزيه كتير فهي المباراة هي أصعب أنواع المباراة على ريال مدريد لما يكون الفريق اللي قدامك ما بتقدر تتوقع منه شو رح يعمل بأرض الملعب هدولي المباراة الستة بشكل عام خلينا نروح على قسم التوقعات إذا بدأ أروح على لستر ليفربول أنا بتتوقع أنه الفوز لليفربول ماشنستر سيتي توتنهام بتوقع الفوز لماشنستر سيتي بالدوري الإيطالي نابولي يوفي بتوقع الفوز لليوفي لاتسيو انتر بتوقع الفوز للاتسيو منروح الدوري الإسباني برشلونة دي بورتيفو ألافز بتوقع برشلونة وريال مدريد بلانسيا بتوقع ريال مدريد أنا هي توقعاتي عطوني توقعاتكم بالكومنتات وبشوفكم إن شاء الله بحلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة